السلام عليكم ورحمة الله نحن لا اختبار سلاحة تلميذة التراكمة حتى الدرس الاول الوحدة السانية صفحة 65 الصفة السادس الابتداء اول سؤال بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة من ما بين القوسين النسبة بين طول احمد وطول علي 2-3 ونسبة بين طول علي وطول حسام 4-5 عايز النسبة بين احمد وحسام هنا بقوله انا بحلها بحرف الان ايه هو حرف الان هقوله احمد وعلي وحسام احمد وعلي وحسام أحمد وعلي خدوا النسبة 2 إلى 3 وحسام وعلي وحسام يعني هو اللي قرر كمان مرة يبقى حط الرقم تحت الرقم وهكتب إلى الخمس وهنا عمله حاجة اسمها حرف الان وهضرب الاتنين فاربعة بتمانية والتلاتة فاربعة باثناشر والتلاتة فخمسة بخمستاشر يبقى عدد النسبة عندي 8 إلى 12 إلى 15 هو عايز الأولى والأخيرة هو عايز الأولى والأخيرة يبقى 8 إلى 15 يبقى هنا النسبة 8 إلى 15 السؤال اللي بعده بيقولي تلاتة ربع النسبة بيساوي نقاط كسر عشري تلاتة ربع النسبة بيساوي نقاط كسر عشري طيب هنا تلاتة ربع بكام التلاتة ربع بخمسة وسبعين التلاتة ربع بخمسة وسبعين من مئة أو خمسة وسبعين في المية التلاتة ربع بإيه بخمسة وسبعين في المية طيب السؤال اللي بعده بيقولي المستطيل طوله 3 سنطي ومساحته 6 سنطي اعctive نسبة بين محيط المستطيل و عرضه انا لديه المستطيل وهي مصاحه معاكم canon يوجد عرض 2 سابقه يوجد العرض بهيرات يOOK المحيط المستطيل طول زائد العرض في 2 2 زائد 3 خمسة 5 في 2 بعشرة يبقى المحيط كام؟ يبقى المحيط 10 إلى العرض العرض 2 وهقسم النسبة يعني أقسم النسبة يعني أقسم هازمين على ال 2 وهازمين على ال 2 10 على ال 2 هتديني 5 و 2 على ال 2 هتديني 1 يبقى 5 إلى 1 السؤال اللي بعده 18 إرات و 1 و 1 صفادين 18 إرات مش هبسطهم ليه؟ لأن الإرات أصلا متبسط جاهز أدي 18 طيب والفدان و نص الفدان 24 هقول له الفدان 24 إرات طيب والنص 12 24 و 12 36 24 و 12 36 هبسط ال 24 هبسط ال 18 وهبسط ال 36 طيب هبسط ال 36 36 دي إيه في إيه؟ 6 في 6 طيب وال 18 3 في 6 هشيل ال 6 مع ال 6 هتبقى لي 3 إلى 6 وال 3 إلى 6 دي بقيمتها بنص ليه بنص؟ لأن 3 و 6 يبقى الكسر 1 إلى 2 السؤال اللي بعده مدرسة عدد تلميذها 540 تلميذ فإن زى كان نسبة البنين إلى نسبة البنات 4 إلى 5 يبقى أنا هقول له بنين إلى بنات هقول له البنين إلى البنات البنين كام 4 والبنات كام 5 يبقى النسبة 4 إلى 5 إلى المجمولية لأنه قال لي المدرسة كلها 540 5 و 4 9 وقال له تحت التسعة حط له 540 وقال له ضيق كيمة الجزء 540 على التسعة هتديني 60 لأن الستة في 9 بـ 54 و الصفر عندي هنزله هو عايز مين؟ عايز عدد البنين البنين اللي هم 4 أخذ الستين دي أضربها في 4 الاربعة في 6 بـ 24 وعند الصفر يبقى دول 240 ولد 240 ولد السؤال اللي بعده 3 على 5 بيساوي 15 على سين التلاتة اضربت في إيه بقت 15 التلاتة اضربت في 5 اضرب في المقام في 5 الخمسة في 5 بـ 25 يبقى قيمة سين 25 السؤال اللي بعده أكمل ما يلي أكمل ما يلي هنا بيقول لي هو تساوي نسبتين أو أكثر التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر معدل الإنتاج المعدل يعني يعني الرقمين اللي عندي في المسألة على بعض 1000 على 4 ساعات 1000 على 4 ساعات هنا الألف الألف ده أعتبرها 100 على الأربعة هتديني 25 وهنزل الصفر يبقى 250 علبة لكل ساعة 250 علبة لكل ساعة هنا بيقول لي تالي النسبة طبعا السبعة ده مقدم النسبة والتسعة وتلاتين هي تالي النسبة يبقى تسعة وتلاتين مسلس متساوي الأضلاع محيطه 18 محيطه كله 18 يبقى الضلع الواحد بستة يبقى طول ضلعه ستة والتمنتاشر اللي هي محيطه يبقى ستة إلى تمنتاشر ولازم أعملها في أبسط صورة التمنتاشر تلاتة في ستة وهنا الستة ستة في واحد هشيل الستة من هنا مع الستة من هنا هتبقى لي واحد إلى تلات أجب عما يأتي أكمل الجدول لتكون الأعداد المتنظرة هنا اللي اتنين بقى تربعة اللي اتنين بقى تربعة يبقى ضرب في كام اللي اتنين بقى تربعة يبقى ضرب في اتنين هو هيضرب هنا في اتنين وهيقسم هنا على اتنين هيضرب هنا في اتنين وهيقسم هنا على اتنين ضرب اتنين في اتنين باربعة هو ضرب هنا اللي اتنين في اتنين باربعة طيب تعال نشوف النص النص في اتنين قادو النص في 2 هشلي الاتنين مع الاتنين هيتبقى لي واحد صحيح هنا 6 على الاتنين 6 على الاتنين هتديني 3 6 على الاتنين هتديني 3 تعال ناخد ال 3 ونص ال 3 ونص في 2 هذه ال 3 ونص في 2 اعتبرها 35 في 2 هتبقى 70 و ال 70 هحط علامة عشرية هتبقى 7 صحيح 4 و 24 من 10 على 2 اعتبرها 24 على الاتنين ستدين 12 والعلامة العشرية سنزل السؤال اللي بعده مسلس متساوي مسلس النسبة بين نقصات زواهي 2 3 4 وعايز مجموه الاجزاء وقيمة الجزء مجموه الاجزاء يعني هاجمعهم 2 3 5 5 4 9 ده مجموه الاجزاء قيمة الجزء الواحد يعني انا هقول له ادي المسلس زواهي المسلس 2 3 4 2 3 4 المجموه 2 3 5 4 9 طيب هو هنا زواهي المسلس كلها 180 درجة اللي هاجب منها قيمة الجزء وهقول له قيمة الجزء بتساوي 180 على التسع اعتبرها 18 على التسع هتديك اتنين والصفر عندي وهاخد الاثنين دي اضربها في الاثنين يبقى كيمة مجموه الاجزاء كلها تسع لكن كيمة الجزء الواحد بعشرين هاخد الاثنين دي اضربها في اتنين مرة وهاخد الاثنين اضربها في تلاتة وهاخد الاثنين اضربها في اربعة الاثنين في اتنين باربعة وعند صفر ودي درجة عشان دي زواهي المسلس والاثنين في تلاتة بستة ودي درجة والاثنين في اربعة بتمانية ودي برضو درجة يبديزة وهي المثلث كده احنا حلينا اختبار صلاح التلميذ التراكمي حتى الدرس الاول وحدة الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته